موسيقى 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 عزيز الطالب الله يعطيك العافية اهلا وسهلا رجعتلك كمان مرة موضوعي اليوم موضوع كتير 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 مهم اللي هو موضوع التلفون شو اعمل في التلفون يضل معي ما يضلش معي رح يأثر علي ما يأثرش علي طيب انا يا استاذ بدي ادرس عليه انا مشترك في منصة استاذ دي احضر اليوتيوب استاذ اصحابي الطالبة بتقولي استاذ صحباتي امي ابوي اهلي والله ما بتركه والله غير ناخده منك انت قليل ادب انت مش عارف ايش لقيمتا هاي الشغلة لقيمتا ليش ما احنا نحط معايير ونلتزم فيها هاي السنة بس يعني احنا طول السنوات عادي الموبايل بيدنا والتابلت بيدنا والكمبيوتر معنا وامورنا تمام طيب هاي السنة يعني ليش ما انا خليني اوصل لحل وسط بين الاهل وبين الطالب ليش ما نوصلوا يعني شو بمنع انضلنا على خلاف مع الاهل واحنا في هاي السنة اصلا بحاجة انه يدعو لنا وبحاجة رضاهم بحاجة انهم يطمنونا كمان لان انت في ايام رح يمر عليك فيها خوف لما تسمع كلام من الناس اللي بتخوفك بدك تروح تلجأ لامك تلجأ لابوك عشان ايش يهدوك ويطمنوك وهيك تلاقي فيهم كل مفر اليك طيب شو القصة معناته يا استاذ انا بدي احكي لك استاذي العزيز هلأ ما بيصير انت باي شكل من الاشكال تغضب امك وابوك ما بيصير نهائيا انا مش عم بعمل حالي يعني الانسان اللي كنت انا طب مع اهلي ولكن في فترة التوجيه انا بالنسبة لي ما كانت مشكلة التلفون مشكلة عويصة لاني كنت ارميه في الدرج هلأ اهلي من النوع اللي بيحملوك المسئولية بالاخر يعني اغلط زي ما بدك انت حر بس بالاخر رح تدفع التمن غالي هلأ بالنسبة اليك انت ما في حاجة انك تمر في هذا الاشي طيب شو لازم تعمل اول اشي سيدي العزيز لازم انك تعمله اللي هو ايش لازم اطيع اهلك تحترمهم تتقبل انتقاداتهم لانه طبيعي جدا الاشي اللي بيعملوه مش طبيعي الاهل يكونوا مسالمين جدا ويطنشوا ابنهم مش طبيعي يعني انت اذا اهلك ما بيسألوا عنك ما بيحكوا معك العفو يعني من هذا المصطلح انت مش بالسيف سايد لانه احنا بدنا حدا يعني يهتم فينا وحدا يرجع يحكي لنا انه اصحى انت قاعد بتغلط طيب شو الحل يا استاذ يعني انا انقطع عن العالم خلال هاي السنة لا يا اخي احنا ما بدناش نقطع عن العالم هلا انا كاستاذ محمد الاسود قاعد بصور على تلفوني البي ثيرتي برو اللي انا بحبه بموت فيه وبحب استخدمه وبقدرش ابعد عنه في الفترة هاي اللي انا بصور فيها انا حاطته على السايلنت مود تماما ومش عارف مين برن علي مع انه انا عندي مدرستي طلابي منصة ومليون شغلة وعندي شغلي يعني هذا الاشي بجيب لي مصاري هذا رزقي بس انا في الوقت اللي فيه شغل وفيه اهمية بحطه على السايلنت ولا باهتم من له نهائيا ليش؟ لانه هلا فترة شغل هلا انا لازم اهتم في هذا الوقت في هاي الساعة لازم اهتم لشغلي مش لازم اهتم للمسيجات المسيجات مش هطير رح ارجع اجاوبها كلها كلها لو كانت فترة امتحانات انا مش راح نهائيا اصور او رح اجيب تلفون تاني بفكر اجيب سامسونج منيح كمرته منيحة هداكة بخليه هناك بصور فيه بس بدون خط بدون اي اشي بدون تواصل بدون ميرن وهذا بمسكه بايدي وبتفاعل فيه مع الطلاب لذلك عزيزي الطالب ما في داعي انك تعمل مشاكل لأهلك عشان اصحابك مع احترام الشديد للاصحاب كلهم الا انهم في الفترة هاي من فترات الحياة في التوجيهي ببلشوا شوي تصيبهم الغيرة والزعل وكذا وممكن يبعدوا عنك ويتسببوا لك بمشكلة صعبة جدا في هاي الفترة اللي انت بيغنى عن هاي المشاكل في هاي الفترة طيب شو اسوي استاذ انا بدي احكي لك المنطقة اللي بقعدوا فيها اهلك وين بقعدوا اهلك بقعدوا اهلك في غرفة الاعدة او بقعدوا على البرندة او بقعدوا في الغرفة او بقعدوا في الصالة تمام هالصالة هاي فيها تلفزيون او طاولة سفرة بروح بدون ما احسسهم بدون ما احملهم جميلة لانك انت مش مسوي معروف بدون ما احملهم جميلة شو بسوي بروح بمسك هالتلفون وبحطه قدامهم هادي باوربانك مش تلفون بحطه قدامهم وبروح على غرفتي بدرس هلا في الفترة هاي اللي هي قبل بداية شهر تسعة او قبل بداية المدارس بدرس من العشرة لل11 ونص على ال11 ونص بريك مجرد ما تطلع بتقولهم بريك هم غبت عن نظرهم انت ساعة ونص بتقولهم بريك وبتروح بتاخد تلفونك ما تقعد النص ساعة التلفون تفوت على الحمام الله يعزك اشرب مي اعمل سندويشة اطلع على السطوح او افتح الشباك تمام اذا كانت الدنيا مش كتير حر تحكيش تلفونات تحكيش مع صحابك تفوتش على الفيسبوك تهتمش في اي اشي تاني خلصت البريك تبعك طبعا انا عشر دقائق بمسك التلفون بعدين بحطه على الجنب عشان كتير حذرت الطلاب من اشي اسموه بلاك هول بلاك هول اللي هي ايش اللي هي الفتحة السوداء تمام اللي هي النقاط السوداء هاي اللي موجوده وين في الفضل اللي بتسحب كل اشي تمام هذا الثقب الاسود اللي هو موبايلك ازا سحبك اعرف انه انت طيرت ساعة وساعتين وتلاتة واربعة انا كاستاذ مرات بصير معي هيك ولكن مش كتير بهتم لانه انا بكرة عندي فراغ يعني بكرة ما عندي اشي بقدر انام للساعة اتناعش للوحدة بعدين اصحى اصور لي فيديوهين ثلاثة بعدين انطلق على شغلي ما في مشكلة انا شغلي ممكن يكون بالليل ممكن يكون في النهار انت بالنسبة لك لا محتاج الترتيب اكتر مني ليش لانه عندك عائلة وعندك موعد صحيان بكير ازا صحيت متأخر بح يضل هيك صوتك شوي غريب وتضلك نعسان مكسل طيب حطيت التلفون رحت اخدته اه اعدت لي شوي على التلفون بعدين رحت اكلت كزا رحت عالمطبخ شفت امي بتطبخ اكلت القوانس اه عملت اي اشي سنبوشة زعتر جبنة تمام يعطيك العافية تيجي بعدين على الحصة اللي بعدها اللي هي راح تكون من الساعة اثناش للوحدة ونص مثلا اعدت درس انت من الاثناش للوحدة ونص بعدين اجي عندك موعد ايش البريك الكبير اللي هو من الساعة واحدة ونص للساعة ثلاثة ونص اخدت هذا البريك ديرنج هذا البريك خلاله بيكون فيه اكل بيكون فيه صلاة بيكون فيه كل اشي انت بدك تعمله بعد هيك بامسك التلفون انا خلاله بلعب ببجي بلعب فورتنايت بلعب شو ما بدي بس ما بضلني طول الثلاث ساعات على هذا التلفون شو السبب السبب انك انت راح تركز فيه راح تطير الفترة هاي اللي هي المفروض تكون فترة سعادة لك يعني انت المفروض تفرح فيها هاي الفترة ماشي يمكن يقولو لك روح جيب خبز روح جيب لك خسم الخضرجي ما في مشكلة روح طير وقتك بس ما تقضي هذا الوقت على لعبتين ببجي ولا لعبة فورتنايت ماشي الحال بعد ما اخلص برجع بحطه على اساس انهم لما يطلعوا يقولوا اوف هذا التلفون مين شو بتقول معقول محمد احمد حسين ولا تغريد فاطمة حطة تلفونها على الطاولة وبتدرس جوا اوه هيك انت عملت برمجة عقلية عصبية لأهلك انه يا اهلي يا جماعة الخير موبايلي هيوا برا خلاص خلينا نحل هاي المسألة لا تروح تقولهم اسمعوا علي بدنا نحل هاي المشكلة انا قررت قرار جديد لا اذا بدك بالعقل ابعت لأهلك هذا الفيديو اللي انا سويته ولكن لا تفرض عليهم لانه والله العظيم حرام حرام مش من ناحية انك رح تفوت عجنة وعالنار بس حرام لانه هدول الاهل يعني هم مش اعدائك والله انا اكتشفت هاد اشي كتير بعدين هدول الناس مش اعدائنا نهائيا بس مرات انه مش مستعد الابو او الام يعني يحط لك واطي لانه يفترض انت تحط له واطي عشان تحافظ على الهرمية اللي موجودة في البيت هو فوق واحنا تحت فلذلك اصدقاء الاعزاء حط تلفونك ع طاولة السفرة او جنب التلفزيون قدامهم من دون ما تحط عينك في عينهم هيك انه هايني احسن منكم لا حط التلفون قدامك والله يعطيك العافية قدامهم وروح ادرس دراستك ورجع بدي احكي لكم شغلة سنت التوجيه اذا كان فيها مشاكل بتكون طويلة واذا كان ما فيها مشاكل بتكون قصيرة والوقت اللي فيها ما بيكون مكفيك يعني انت بتصير تحكي يا ربي بس يطولوا هدول الشهرين عشان الحق انجز لذلك سيد العزيز ما تخاف نهائيا من التوجيه صدقوني هو سنة عادية ولكن التركيز الخارجي بيكون عليك اكتر فلذلك انت شو تعمل انت تحاول تتقي شر الناس وتحاول الناس مش اهلك هون قصدي شر الناس البرانيين وتحاول تبوس ايد امك وابوك وتحافظ عليهم من دون ما يزعلوا من دون ما يسير لهم اي اشي من دون ما يفرضوا عليك هداك النوع من الحياة الكئيبة التعيسة اللي انت حتى لو انت راسك دقر وممكن انت تجاكرهم ولكن من جواتك في اشي رح يحكي لك ابوي امي غضانين علي وانا مش رح اتوفى لذلك عزاء الطلاب انا جدا سعيد باني عم بسوي هاي السلسلة وهلأ بلشت من دور وجديد انه انا كل حدا من الطلاب ببعتلي سؤال وبشوف بهذا السؤال اشي هيك wake up محمد دغري بعمل عليه فيديو جهزت هذا الستاب كتير مبسوط ولسه ان شاء الله رح نغير الاضاءة عشان يبطل يطلع دوائر زي ما انتوا شايفين هون من هدول الرينغز ان شاء الله ورح نستمر معكم للاخر وبتمنى منكم تعملوا سبسكرايب هذا اهم اشي لانه عدد المشتركين في القناة بفيدك في فيتشرز معينة يعني انا ان شاء الله بعد تلات تلاف ونص مشترك بصير عندي القدرة اني اعمل ايش اني اعمل ستوريز وبرضه تعمل لايك لانه الفيديو برتفع لفوق عندهم وبصير يتشير وتعمل كمان ايش شير لاصحابك كل بساطة كيف تقدر تفيدني تاخد هذا الفيديو وتحط الرابط عندك على الفيسبوك وتعمل شير بدون ما تعلق بدون ما تعمل اي اشي او تحطه في الستوري تبعتك ما بتعرف من وين انا وياك رح نستفيد في هادي البوينت انا ما بحكي عن فايدة المصاري انا بحكي عن فايدة الحسنات والسبب انه احنا حياتنا ستين سبعين سنة هاي ماكسمم للانسان المحظوظ اذا كنا بنقدر نسميه محظوظ احنا على الاغلب هلا انتو خلصت ربعها انا خلصت نصها في الاخر الاشي الوحيد اللي انا بستنع اني اسوي شغلة معينة اغير فيها او احدث نوع من التغيير او الفائدة بحيث انه بعد ما ننتقل للحياة الاخرة تروح بعد فترة تلاقي جبال حسنات انت ما سويتها تقول يا رب ليش من وين هدول يقول لك ربنا من المكان الفلاني اثرت في فلان اثرت في فلان وصار امورهم تمام شكرا لكم كل الحب والامنيات ولا تنسوا انه السنة الجاي زي هلأ رح نكونوا منستنى في مواعيد نتائجكم ان شاء الله وبعدها باقل من شهر رح تكونوا طايرين على الجامعة همد الاسود مع الف سلامة